ازا يكون يا حيواني انا الانهلا و اهلا انه ليس افكار كثير من اعادة التدوير لكي ان تستفادي بكل ما يوجد في البيت و اعلمكم كيفية النظامة والتراكتي في البيت وتعملي دكرات باقل تكاليف اشتري تناسب الفيديو و اشتري في القناة و اعمره ما تروني و امرا لكي تستفادي مني بكل جديد نذهب الى الفيديو و اتمنى لكم مشاهدة ممتعة فيديو النهاردة يا بنات هنكمل في توزعات الاطفال دي توزعات اللي عملناها الحلقة اللي فاتت او الفيديو اللي فات وكان جزء عامة باسم كل طفل زي ما انتم شايفين كده كانت الفيديو حلو جدا بس للاسف ما لقيتش تخاول عليه. آآ بصوا بقى النهاردة هنكمل الفيديو اللي سلسلة آآ توزعات الاطفال وحنعمل النهاردة نصلي للاطفال. دي كده آآ حتة برضي قماشة قطعة من قماشة الدك. عايز ما قلتلك برضو في الفيديو اللي فات ان قماشة دك كده. عرضه بيكون متر ونص تقدارين انت تعميني منه برضو كزا مصلية زي ما تقدارين انت تعميني منه كزا جزء عامة بنفس طريقة اللي شفناها في فيديو اللي فات. بصي لو ما عندكيش بقى مكنة خياطة هتمشي زي ما انا ببصي باشروح لك كده في الفيديو. هتتني آآ تانية. وبعدين تزاقي بمصدر الشامع. وتتني كمان تانية فوقية وتزاقي بمفضلة الشامع. بس انا بصراحة متوفل عندي مكنة فاروحت ايه? آآ تانيتها كلها حوالين داير على المكنة. اللي مش مش واضحة طريقة قوي اكتب لي في التعليقات. وانا حعملكوا واحدة بنصدس اشياء. تمام? آآ كده بعد ما خلاص آآ آآ عملت التانية الحروف. انا كده كل ده كنت بعمل الاساس بتاعها. انا قدني ايه حروف القماشة او حروف النصالية. بعد كده بقى دي خطوات التزيين. طبعا احنا متعودين اي رسمة عايزين ننقلها على القماش. بنلقلها بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. بناخد القطعة القماش وندبس فيها البترول. وبنجي نمشي على حدود الصورة بمقصة طبعا بنعمل بنقص الرسمة على القماش بالذات. انا هنا هشتغل برضو بقماش الجوخ زي ما اشتغلت الفيديو اللي فات زي انت بقماش الجوخ. فوق دقماش الدك. النهاردة برضو هعمل نفس الموضوع. تمام? اهو. همشي كده على حدود الصورة. عشان اه تطلع اه على القماش بالضبط. اهو. شايفين? المسجد نفس الصورة هو والهلال والنقل. وكمان معي اسم سلمة اه برضو هعمله برضو بنفس الطريقة على اه قماش الجوخ بس اللون الاسد. هبدأ بقى ان انا الزق. هعمل المسجد كده هنا في النصة هزقه. هعمل الهلال والنجمة كده على جنب. لو عايزك كتري نجوم فوق حوالينا المسجد كده من فوق. اعملي انا بصراحة عملتها في واحدة تانية لونها لبني وطلعت شكلها حلو جدا. فكتري نجوم لو حبك كتري نجوم. هبتدي بقى الزق كل الحاجات دي. هنا كنت خلاص بزقتهم. هبتدي ان انا برضو افرغ اسم سلمة على قماش الجوخ الاسود. تمام? طبعا احنا عاملين قبل كده مصلية من قماش الجوخ مع بعض. ياريت ان انتو تشوفوها يا بنات. بس كنا عاملينها كلها من الجوخ. ما كناش عاملين اي قماش تانية. يعني هو ان الصنادي بس هخدنا قماش الدك تطعامنا به الجوخ. بعد كده بقى الخطوة الاخيرة. بمسدس الشمع كده. هزين الاطراف الفرانشة العادية اللي هي بتاعة رمضان زي. زي الصفرة بالضبط بس تزين هناها ابيض. طبعا لو انت حابة تعملي منها كزا واحدة على فكرة مش هتكلفك هولو. وحاجة جديدة وجمان اطفال هتتفاب بيها طول السن. كنتي بنات آآ الاقي منكم تفاعل على الفيديو عشان تشجعوني ان انا اكمل. عايز اقول لكم آآ الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله فيها هياة كسيرة اول وفاجآت كلها بردو. في افكار هنعملها في البيت بردو. آآ هعمل كده في ديزاين كده بتاع تطورة كده في دماغي عايزة اعمله. فان شاء الله هنعمله مع بعض. انا اشتريت في القماش. ان شاء الله هبقى اورهولكو بردو في فيديو تاني. ده اهو بص يا بنات آآ الجزء عام اللي احنا عملناه. انا عملت هنا الشكلين دي بقى مفاجآ هتستنوها الفيديو اللي جاي ان شاء الله هبقى اقول لكم. انا بقى كده خلاص خلقت الفيديو بتاعي بتاع النهاردة. اتمنى يا رب بيكون عجبكو. ما تنسوش اللايك والاشتراك. كومنت حلو انكم وانا سلام.